كلمة الآن سيدة روزميري ديكارلو شكرا سيدي الرئيس في وقت سابق من نهار اليوم فإن ما يسمى بسلطات دونتسك جمهوريتي دونتسك والوهانس طلبت المساعدة العسكرية من الاتحاد الروسي واليوم أيضا أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة الطوارئ في كل أرجاء البلاد وأعلنت عن إجراءات أمنية ودفاعية بما في ذلك حشد الاحتياطيين وطوال اليوم بلغتنا تقارير مقلقة تفيد بقصف مكثف على طول خط التماس وسقوط خسائر عسكرية ومدنية كما بلغتنا تقارير تفيد باستهداف متكرر للبنى التحتية المدنية وتفيد مصادر إعلام مختلفة ليلة اليوم بحدوث تعزيزات عسكرية وقواف العسكرية تتوجه لأوكرانيا كما يقال أن الاتحاد الروسي قد أغلق مجاله الجوي للطائرات المدنية على طول الحدود مع أوكرانيا لا يمكن للأمم المتحدة أن تتحقق من أين من هذه التقارير ولكن إذا ما تأكدت هذه التطورات فإنها ستفاقم وضعا خطرا جدا في المقام الأول كما أبلغت سلطات الأوكرانية عن هجوم سيبراني يستهدف العديد من الولايات والمؤسسات المالية سيد الرئيس دعا الرئيس زيلانسكي منذ ساعات لتواصل الدبلوماسية وأما الرئيس بوتين فتحدث هو الآخر عن استعداده للخوض في الحوار نحن نشجع هذه الجهود حتى في هذا الوقت المتأخر سيد الرئيس موظف الأمم المتحدة في الميدان يقدمون المساعدات الإنسانية لشعب أوكرانيا نحن نمتزمون بالبقاء هناك وأداء مهامنا على كل الأطراف أن تكفل سلامة وأمن زملائنا ما أن احترام القانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان بالغ الأهمية أيضا لا نستطيع أن نتوقع ما سيحدث في الساعات والأيام المقبلة في أوكرانيا ونستطيع توقع ذلك بدقة لكن ما هو واضح هو الكلفة الهائلة التي لا يمكن قبولها من معاناة بشرية ودمار نتيجة للتصعيد شعب أوكرانيا يريد السلام وأنا على يقين أن شعب روسيا يريد السلام علينا أن لا نألوا جهدا لضمان سموي السلام أشكر السيدة دي كارلو على هذه الإحاطة